علشان نتواصل معاه أكيد يعني طمنا على تدريبات النادي الأهلي على الروح المعنوية لللاعبين على الاستعداد على رفع الروح المعنوية من ميستر كولر للاعبة النادي الأهلي وإحنا بنتكلم عن جمهور النادي الأهلي اللي هو داعم ومساند لكن القمة مختلفة مختلفة في إيه مختلفة النهاردة بسبب العلاقة المحترمة الكبيرة جدا والتنافس الشريف اللي ما بين الأهلي والزمالك اللي ابتداء النادي الأهلي بزيارة مهمة جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب وزيارة تاريخية لمجلس إدارة نادي الزمالك في الزمالك وهي دي الرسالة من الكبار الكبار الكرة المصرية كتباي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والصورة اللي احنا شايفينها دي دي بتنعكس على المدرج بتنعكس على المتفرج هو قاعد في المدرج كان زمال بنشوف شحن وعصبية وإحنا بنتكلم دي اقرب صورة او افضل صورة ان احنا نشوف الجمهورين قاعدين جنب بعض الاهلاوي قاعد جنب الزمالكاوي علشان نقول او علشان نوصل لبعد كده ان احنا بنتكلم كجماهير كرة مصرية الحمد لله دلوقتي بدأ يبقى فيه تواجد جماهيري عشرين الف في الدوري عايزين نوصل للساعة الكاملة هو ده الهدف وهي دي الصورة اللي احنا عايزين نوصلها ان شاء الله بإذن الله صورة محترمة جدا ودين بارح برضو بالامس مجلسين اهلي والزمالك والناس قاعدين مع بعض والناس بتتكلم في الملعب حاجة تانية فيه تنافس وفيه روح عالية من كل فريق وده دور اللعيبة النهاردة داخل الملعب فرسالة الادارات وصلت نبز التعصب وصل نتمنى ان شاء الله الصورة تكمل بجمهورنا اللي هيكون متواجد بكرة وزي ما قلت لحضراتكم الصورة الحلوة ابتدت من مجلس دارة النادي الاهلي للزمالك وبنتكمل من الاتنين قاعدين مع بعض في ليلة الكمة بين الاهلي والزمالك عايزة نروح للقطة تانية طيب نروح لزميلنا كريم احمد عشان نستكمل معاه ونتكلم عن دور جمهور النادي الاهلي المهم جدا شكرا